موسيقى طب يعني كنت جيد خطني من برا بدل ما انت مرمطني وسط الراملة دي كلها موسيقى بدخنيني اللي يا ولا ايه اللي انت بتقول ده انت جننك بدخنيني اللي يا ولا وانا وصرت معاك في حاجة انت بتقول اي كلام انت شكلك بتخطرف شكلك تعبان بص انت محتاج ترتاح فعلا محتاج ارتاح يمكن خالد بغني وبن ناس انا الوقت اللي جايل لك بيكافع بيتمرمط وطلع عينه عشان توضبوا الشقة الشقة اللي كنا بنحلم بها عشان نتدوس والله اعلم الفلوس اللي كنت بتاخدها مني عشان توليني بوضب بها الشقة واشتلك انت اعمل الجواز كنت بتعملي بها ايه يا اقا يا شريف انت انت بجيب الكلام ده منين انت اكيد فاهم غلط مفيش حاجة من اللي انت بتقولها دي حقيقية طب لما انت عايزة خالد مسبتنيش في حالي ليه عايزة مني ايه انت اصلا مين اللي بيقولك الكلام ده مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده انت جيبت الفيديو ده منين مص انا هفهمك لا 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 مش محتاجة تفهميني ولا تبررها حادي مفيش اصلا بتاعت حوارات ايه عادتك ولا هتشتريها انا فكرت في ضحك انت وخالد بس اكتشفت ان انتو اصغر بكتير قوي اننا اعمل كده انتو متستهلوش خدي هنا ايه واحكي ده انت عايزة تاني شبكتت جيلي ومن بكرة تسيب الشغل انا ما شوفش وش اهلك في تاني وليه انا اللي سيب الشغل بتسيب انت يا مجحتك يا شيخة هو الفيديو ده لو رحلي عزيز ولا اللطفي ما هتضطرد زي الكلاب وهتبي قد النملع وانا لو رحت قلت العزيز على الفلاشات وعلى ضرب الورق اللي انت بتعمله انت كمان هتضطرد طردة الكلاب بص يا شريف انا هعملك اللي انت عاوزه هرجعلك شبكتك وهنسيب بعض من غير اي شوشرة وانا مش هفتح بقلي ولا انت كمان هتفتح بقك لان اي حد فينا هيفتح بقه احنا الاتنين هنروح في ستين دهية يبقى يحلها تخلص كده بقى وانت فدهية لا معقد اشتركوا في القناة